السلام عليكم اخوتي في الاسلام. اصدقائي حول العالم. وعلى فيسبوك. وخصوصا الاخ العزيز منصف من تونس. النهاردة معادي معكم مع فيلم جديد. اه عموما الافلام نوعية الافلام اللي بعملها. ممكن لو لاحظتم. يعني ممكن افلام انا بتكلم فيها. اه كتير عن حاجة في الدين او عن المشركين. افلام بعملها عن طريق حاجة صورتها من الكاميرا في عربيتي. افلام بعملها عن طريق اكساس كرآن بشرح فيها ازاي اكساس كرآن. افلام تانية ممكن بهزق فيها ناس وبالتاريق عليها. وفي افلام تانية فيها معلومات قيمة وتهزيق في نفس الوقت للناس وتحدي. اللي هي افلام الدي اي الواحدة اللي بعملها. فانا لاي افلام كتير متنوعة. في افلام برضو. بنصح فيها دي قليلة مش كتير. حاجات في علم الكمبيوتر لان انا ده تخصصي. اه وفي طبعا افلام بشرح فيها حاجات خبرات انا بعملها زي قواعد المعلومات او زي انا بعمل افلام. في فيلم سابق كان الاخ منصب برضو طلب مني. ازاي استخدام كامتازيا تمانية ازاي اجيب اتنين فيديو من يوتيوب انا وعمل عليهم وعملهم فيلم واحد. في الفيلم ده هو طالب مني ازاي اورره عملت او ازاي بعمل دروس اكساس قرآن اللي هي الدروس البسيطة اللي عملت منها لحد النهاردة. وبقرأ او تقريبا بعمل كل يوم حد واحد. بقرأ عندي معكم مع الدرس رقم ستاشر تقريبا انا عملت خمستاشر درس. لحد دلوقتي مش فاكر. او اربعتاشر. فهو عايزني اشرح له بالتفصيل الممال ازاي بعمل افلام اكساس قرآن لانه هو عايز اعتقد يعني انه هو عايز يعمل افلام يشرح فيها حاجات ليها علاقة برقم تسعة عشر وعايز يستخدم اكساس قرآن فيها وهو بيشرح للناس لانه هو مستخدم جامد لاكساس قرآن ومركبها على كذا الكمبيوتر. واعمل فيها ابحث كتير جدا. طبعا الفيلم هنا مختلف افلام اكساس قرآن مختلفة لان انا معنى افلام اللي انا بشرح فيها اكساس قرآن مختلفة لان انا ما بجيبش في الفيلم جاهز وبعمل له لا انا اللي بعمل الفيلم بنفسي عن طريق تسجيل الشاشة. ودي حاجة اه دي حاجة اه كامتازية بتسمح لك ان انت اه تعملها انك تسجل الشاشة. وده اللي انا بعمله دلوقتي فصعب جدا ان انا اورري الاخ منصف ازاي حبدأ اسجل الشاشة. وانا اصلا عمال اسجل الشاشة دلوقتي فانا هعمل ايه? كامتازية لما بتبدأها كامتازية برنامجين برنامج ان انت تعمل في وبرنامج تاني ان انت تسجل في الشاشة. فهم ليهم واحد اللي هي بتاعها كامتازية فلما انا ببدأ كامتازية. كامتازية العادية هي بدأت. الاخضر ده اللي هي دي العادية. لو انت عايز تجيب بقى كامتازية بتاع تسجيل الشاشة تدوس الزرار الاحمر اللي فوق ده. ريكورد ده سكريم. طبعا لما انا دوس عليه. المفروض يفتح لك بتاعها تحت هنا صغيرة هنا كده تحت هنا. اللي هي دي طبعا انا مش مش هتشوف ها لانها. انا بسجل دلوقتي. فالاوبشنز اللي عندك ايه بعد ما تدوس اللي انا ورتها لك فوق دي تحت هتظهر لك. فانت عندك ايه ده الزرار الاحمر الكبير ان انت تبدأ تسجل. اول لما تدوس هيبدأ يجي لك عداد تلاتة اتنين واحد. ولحد تبدأ يسجل من السفر وتبدأ تطلع. بديك يعني فرصة تلات ثواني ان انت تجهز نفسك. ده الزرار ان انت بتاع الماكروفون تتحكم في اللي داخل فيه. انا دايما بستخدم النص تقريبا. اللي هنا ان انت بتقول سجل لي الصوت. اوكي? بطلع عليه علامة صح بالاخدر. لو دست عليه حلغيه بقى بالاحمر. يبقى انا ما بسجلش الصوت. بسجل بس الشاشة. اوكي? لو انت عندك كزا ماكروفون انا افضل ان انت تستخدم ماكروفون خارجي. فانت لو دست السهم اللي تحت ده. هيديك لستة بالماكروفونات يعني اما الماكروفون اللي هو في اللابتوب الداخلي او ماكروفون خارجي. يعني عندي تستخدم الماكروفون الخارجي اللي هو ده بيتحكم في بتاعه اللي انا بحطه على النص. الزرار اللي بعد كده ده لو عندك كاميرا عايز تسجل بكاميرا. يا اما في الكاميرا في الكمبيوتر بصى عليك او كاميرا انت موجهها على حاجة تاني. انا ما بسجلش طبعا كاميرات دلوقتي لانا مسجد الشاشة في لغيها. وطب برضو ده لو دست عليه بيديك اختيار لو عندك اكتر من كاميرا. متوسلة بالكمبيوتر. الزرارين دول. الزرار اللي هو ده بيقول لك حجم الشاشة اللي انت حتسجلها. ده ان انت لو دست عليه بيديك زي خطوط خضرة كده انت تقعد تكبر او تصغر تعمل المربع اللي انت حتسجله. يعني مش لازم تسجل الشاشة كلها مربع بس بسيط منه. ولو دست السهم ده حتديك قيم جاهزة تختارها عملها لك على طول او الزرار ده اللي انا مختاره اللي هو فول سكرين انا هسجل الشاشة كلها من اولها لاخرة. اوكي? فلما هتدوس الزرار ده هيديك عداد ثلاث ثواني ويبدأ يسجل. اللي هو انا حاليا بعمله. يعني انا حاليا بسجل الشاشة. عشان كده ما قدرت شوارك الجوزء ده. لكن انا خدت الشاشة من الاول ووريتها لك دلواجه. ده لما بقى البار ده اللي انا ورته لك بيتحول لايه بقى لما انا بتبدأ تسجل الشاشة. في نقطة برضو نستيقولها لك في البار ده. من فوق هنا من الكلام اللي فوق ده هتلاقي ليه اوبشن بيقولك ان انت تسجل بتاعت الماس او الصوت بتاعت الماس لو عايز تسجلها. اوكي? فلما ببدأ اسجل بقى بعد كده الجزء اللي هو كل البار ده اللي هو بيبقى تحت هنا زي ما بقولك. حجم اصغر طبعا مش كبير كده زي ما انا ورته لك. بيتغير بيبقى ايه بيبقى ده. سوري مش ده ده البرنامج بيبقى ده. زي ما انت شايف هنا. دلوقتي انا ممكن اوقف التسجيل. ممكن اعمل التسجيل. وممكن امسح التسجيل على طول طبعا انا مش هعمل اي حاجة من دول دلوقتي. وممكن هنا انا بسجل بقى لي ست دقايق و تلاتين ثانية. ودي الصوت اهلو بسجله عمالي وواضح صوتي شايف الاخدر عمالي يعني. وممكن اتحكم فيها حاليا. هي اللي قلت لك عليها. وشوية يعني انا عندي ما تحكمش في ها مجرد بس وفيه ممكن تدخل السيستم اللي هو الوقت تحت هنا كده يزهر لك او فوق هنا بالاخدر هنا كده اللي هو الوقت عمالي يعيد. لو انت عايز كلمة تفضل موجودة على طول بس انا ما بستخدمش الحاجات دي. اوكي? ممكن برضو هنا تانية تستخدمها وانت بتسجل زي ما انا بسجل دلوقتي. انا انت ما بحبش استخدمها لان انا ممكن تلاغبط شوية. انا عايز اكون بركز على الكلام اللي انا بقوله. وبعد كده لما بعيد الفيلم وانا بعمله ان بقدر دخل العالمات والهايلايت العملية. يعني مسلا لو دوست هنا بيقول لك سكرين اه درون انك ترسم على الشاشة تلاحز ضدك اوبشنز هي انا بسجل دلوقتي عايز ارسم مربع ازرق. هون جاي رسمت مربع ازرق. عايز اغير ام ام حاجة حمرة كده اهي رسمتها حاجة حمرة هنا هايلايت. لاحز اعيز اعمل هايلايت على دول بالاحمر. ممكن اغير لونها. يبقى مسلا اقول اه اه وايت. فلو عملت دلوقتي المربع اللي هو ده. اعمل هنا هايلايت بالوايت دلوقتي. فممكن وانا عمال اتكلم دلوقتي عمال اعمل ممكن ارسم دواير بدي مسلا اهي لاحز كده على الشاشة كل الكلام ده دلوقتي طبعا هيبقى صعب شوية لان انا عمال اشرح فانا بفضل ان انا ادخل الحاجات دي بعد مسجل الفيلم والشاشة وبعد كده وانا بقى اعمل ادتينج اقوم بدخل الحاجات دي عليها وبدخلها في الاماكن المصبوطة. فانا الغي بقى الحاجات دي دلوقتي لو دست لغى كل الحاجات اللي انا رسمتها على الشاشة. ده وقت وانا بسجل دلوقتي. بس فده اللي بعمله ان انت توقع تسجل وتشرح وتعمل والكلام ده كله. وبعد كده بدوس فلما بدوس طبعا انا مش هدوس طب دلوقتي ان انا حيوقف تسجيلي. فبيزهر لك ايه? بتقوم ده اصهر لك الشاشة التانية دي. بيزهر لك الفيلم قدامك هنا كده اصلا ما زوق يدي كده تحت شوية. وبيزهر لك تلات زراير تقدر تلعب الفيلم الشاشة اللي انت سجلتها وتشوف وقتها قديل. تلات زراير ان انت تعمل لها دليت ما عاجبتكش اما تعمل لها تحولها الفيلم على طول جاهزة تحط اليوتيوب طبعا انا ما بقتلش ده لان انا بروح اعمل لها لاني ساعات وانا بتكلم عن ما لا فكر ففي حتة فيها ساعات ممكن دوشة تحصل حوالي الكلب هاوها وصوت طيارة ولا حاجة عايزة مسحة. حاجات من دي. فانا ما بعملش على طول. فبعمل ايه? الزراير الاخير. يبقى بيعمل لي لكل تسجيل الشاشة اللي انا عملته. وايه قبل ما يعملوا فيلم حتى حديني فرصة اللي انا عمله فده اللي انا بختاره. بعد بعمل هقفل بقى الشاشة دي. بيحصل ايه? طبعا ما تنساش انا قلت لك هم برنامجين. ده البرنامج اللي انا بسجل بي دلوقتي والبرنامج التاني كام تزيه العادي بقى. اللي هو ده. ده العادي دلوقتي ده اللي انا بعمل فيه من الافلام. لما انا بعمل وبدي له اسم الفيلم اللي انا سجلته بيتحطي لي هنا كده على طول. طبعا الكلام ده حوره لك دلوقتي. اوكي? فانا دلوقتي لما قلت راح فتح لي الشاشة دي ان انا اعمل بدي له اسم. اوكي? وبعمل له وبعد ما بعمل كده بيقوم الفيلم محتوط لي في الشاشة الاخيرة اللي حورها لك زي ما قلت كده الصورة الاخيرة اللي حطتها لك. هنا كده الفيلم محتوط لي تحت هنا. انا اقدر دلوقتي اعمل ادتينج امسح تتمنو. ادخل مقدمة قبلي. وادخل مؤخرة اه في الاخر. ممكن او نهاية بلاش مؤخرة عشان الكلمة دي وحشة اه او نهاية في الاخر. ادخل موسيقى كمان عليه. اعمل زوم. ادخل اسهم. ادخل حاجات كتير بعلى وانا عايز اعمل الكلام ده. وفي الاخر بختار من فوق هنا. ودي اللي بتدين الفيلم في الاخر. اوكي? هوريك بقى ايه الكلام ده طبعا بعد كده لما ايه نوصل للحت دي. فانا هقفل الصورة دي دلوقتي. فعشان انا اوريك بقى الجزء ده هعمل للجزء ده اللي هو انا شرحته لك وانا بسجل دلوقتي. عشان مبقاش في الشاشة. فانا هعمل يحفتح كامتازية العدية. المفروض دلوقتي الفيلم اللي انا سجلته. بينزل هنا كده. فانا هفتح فيلم من افلام اكسيس كرآن اللي انا عملتها قبل كده لان انا حافظتها. وهستخدمه كمسل للموضوع ده. فانا هقول اوبن بروجيكت. اوبن بروجيكت. ودي هو درس من دروس اكسيس كرآن كلها اللي انا عملتها الخمستاشر والكزا. فانا اقول مسلا اختار اقول الدرس الاول مسلا. فالدرس جيه طبعا هيتفتح بكل اللي انا عملته. فانا بقى كل الفيلم ههم الاول والاخر. ومختاره كله. اوه. ديليت. يبقى انا كل والعملاء في دي التاني اهي. تماما. الاول هعمل عشان ما بوص الفيلم اللي انا عملته قبل كده. هسميه مجرد بس عشان ما يبوص الفيلم اللي فات. وده اللي بيحصل. هنزل هنا الحتة اللي انا سجلتها هنا اهي بقى. هنزلها انا دلوقتي في الفيلم. نزلت. اهي ده الجزء اللي انا سجلته في لما عملت فيلم اكسيس كرآن الاوليني. الدرس الاوليني. بالزبط بعد ما انا يبقى ده اللي انت هتشوفه. طبعا هتنزل من اول هكده. مش هتنزل في النص. بس انت تقدر تحركها. طبعا انا مسغر الاسكيل اوي هنا لو تلاحظ من الزرارين دول. فبقدر اكبر الاسكيل اوي طبعا راحت راحت بعيد دلوقتي. فهم ازا فانت احسن? لو انا صغرت الاسكيل وجبتها بس في الاول كلها. بعد كده عادت اكبر الاسكيل. لا عزينا فانا بكبر دلوقتي الاسكيل ده كلامي والسوتي بالزي ما انت شايف المؤشر. كده ده الكلام بتاعي. اوكي? فانا لو لعبت دلوقتي هتلاحظ ان ده الفيلم اللي انا مسجله عبل كده. سمعوا? السلام عليكم اخوز بالاسلام. بالزبط كده. فتلاحظوا ده الصوت اللي انا كنت مسجله الفيلم رو كأنه تسجل بكل الغلطات بكل حاجة بمحطوط هنا وانا بقى عمل اوكي? بس انت لما بتعمل عشان انا عملت لفيلم قبل كده. لكن لما انت بتعمل بالشاشة اللي وردتها لك هو كمتازية بتحطها لكو هنا على طول. فانت بتقدر بقى تعمل اللي انت عايز تعمل. فانا هديكم مسلين? ان انا عايز اعمل مسلا او كزا مسلا للفيلم ده. ان انا عايز مسلا نقطع الحتة عايز ادخل الاول مقدمة في الاول. كي هصغر الفيلم عشان يبقى باين قدامي كده. حتة واحدة يبقى دي الفيلمة وكل اللي انا سجلته من اوله لاكله. هزقه كده شوية عشان قوله عايز ادخل مقدمة في الاول. وعايز ادخل اه نهاية في الاخر. اوكي? وبعد كده فوق الفيلم ده عايز ادخل اسهم واقدر اقرب من الشاشة يعني في الحتة دي. مسلا في الفيلم اتلعز انا ما بدوس بيجاب لك في الحتة اللي في الفيلم انا ما بشغله الفيلم بس انا مجرد بدوس الهيد بوقفه في حتة موينة. عايز اقرب من هنا. عايز احط سهم هنا. عايز اعمل حاجة. لأي الحاجات اللي انا اقدركم اعملتها شو انا بس اتجل. هوا ما اعملها دلوقتي. وانا بقى عمل وفي نفس الوقت عمسح اي حتة اه اه او انت لغبطت فيها. وكمان في حتة مسلا الواحد بيفكر وهو بيتكلم تليه دايما هتلاحز وتسمعها من المعايزين. من المزيعين اللي في الزين انا غلطت بلوقتي قلت المعايزين. لكن دي ممكن انا امسحها. بس انا مش همسح في الفيلم ده هتسمعها صوتي كله كايلن وكله غلطاته. لان ما عنديش وقت اعمل بصراحة بياخد وقت كتير. فلكن انت بالزبط عايز تبسعها. لو انا عايز امسح المعايزين دي اللي غلطت بدل المزيعين. هو المساحة طبعا من الحتة دي. فحاجات كتيرة انت ممكن تعمل لها قبل ما تنتج الفيلم في الاخر بالاضافة ان انا عايز ادخل المقدمة وعايز ادخل النهاية. فاحسن حل ان انت تدوس الحتة لسجرتها شوية كده بس عشان تعمل حتة فاضية في الاول. وبعد كده تبدأ دايما من الشمال. تدخل المقدمة وتبدأ تلدم كل حاجة فيها وبعد كده تبدأ تمشي بالهد وتسمع الفيلم وتبدأ تقطع الحاجات اللي هي وحشة وتبدأ تدخل الاسهم اللي انت عايز تدخلها والهايلايت والكلام اللي انت عايز تدخله وتبدأ تقرب من حتة تعمل زوم في شاشة معينة في جزء معين والكلام ده كله في الاخر بعد ما نخلص نحط النهاية وخلص الفيلم على كده اوكي فانا طبعا حواليك ازاي هعمل المقدمة على طول وازاي هعمل كم بسيط كده من كم مسل وبعد كده هقوم حطط النهاية وبعد كده هقوم عامل بروديوس يبقى كده الفيلم خلص اقدر احطه على يوتيوب اوكي فانا حبقى سريع هنا وعايز اتركز معي لان العملية مش سهلة يبقى انت كده دي البداية بعد ما سجلت قلتلك هينزل الفيلم كده من اوله هعمل انا مختاره كده شوية عشان لو الفيلم طويل تتحكم في ان انت تصغره او تكبره من هنا اوكي فانا هصغره هو عشان يبقى بس بين قدامي اوكي وزقيته كده وعايز دلوقتي ادخل المقدمة اوكي فانا في كامتازية فيها موسيقى وفيها رسومات وحاجات كتير تقدر تستخدمها ده اللي انا باستخدمه في اكسس كوران فردست على الحتة دي تلاحظ هنا في السي ما عندك كزا فولدر طبعا دي كامتازية تمانية كل كامتازية مختلفة لها اللايبري بتاعتها مختلفة انا باستخدم في حاجة اسمها دي الحتة الانيميشن ايه في لستة بقى بدي الصورة وحديها دي مش هكتقدر انت لو ضغطت عليها بتتعبلك هنا عشان تعرفها دي مجرد بس دي حاجة هي بتظهر كده دي مش عارف ايه بس دي كزا دي كزا فانا بختار اللي هي الاولانية دي الانيميت التايتل شغالة كده وبتظهر لك حاجة انك تظهر كلمة هنا اللي انا بقول فيها اكسس كرآن درس مش عارف كزا وبحط اليوم تحتيها وبس ومدخل في الفيلم على طول فانا بعمل دراج للحتة دي وبنزلها هنا من الفوق من اللايبري هنا كده وبقوم بنزلها هنا في اول الفيلم اهي وزقها في الاول خالص اوكي وبعد كده بقوم جايب الموسيقى الموسيقى برضو من اللايبري بستخدم انا في حاجة اسمها ميوزيك هنا لا تي دا اهي لا تي دا دي وعندي هنا فيه الفل سونج تلات دقائق وشوية وفيه مجرد انتروداكشن اربعتاشر ثانية هي دي اللي انا عايزها بقوم واخد الانتروداكشن حاطيتها في ايها في تراك تو اهو لو تراك تو مش موجود انت ممكن تزاود تراك من هنا و تراك سري بس معارفش فين او رايت كليك اد نيو تراك او رايت كليك انسيرت تراك انسيرت تراك لو عايز تدخل كزا تراك يعني تاني فانا حطيت الموسيقى ايه فانا هعرب ده شوية دلوقتي من جنب ده مش هلزقه لسه فيه خالص بس كده جنبه حط الهيد هنا في الاول وابدأ اكبر عشان ابدأ ازبط العملية شوية ايه كبرت الاسكيل تلاحز انت الاربعتاشر ثانية جات اكثر من الحتة اللي هي التايتل اللي انا زودتها فانا هعمل له دراك كده ومؤثر وعمله بنفس طول الموسيقى اللي فوق يبقى دي كده المقدمة لو لعبت المقدمة دي دلوقتي حطيت الهيد في الاول هتلاحز جميل جدا يبقى انا دلوقتي ناقص ان انا اقوم جايب الفيلم ده ده لزقه فيها لزقته فيها حعمل ما بينهم الاتنين هتلاقي موجودة هنا بدل ما ده يبدأ في ده على طول يعني بص لو جيت هنا هتلاقى ده خلص وده بدأ وده بدأ فانا اعمل عندك كزا هنا بقعد اعمل على هتشوفها هنا كده بتعمل ايه انا بختار دي بص دي دي اللي انا بختار فبنت بتختار اعمل هنا وبانزل بتلاحز بتعمل لك ما بين الاتنين فلاقمت اللي اتنين على بعض هنا وبقى اللي اتنين حيدخلوا بطريقة شيك قوي بص كده بص دخلوا بطريقة شيك جدا بعد كده بقى ده انا اتكلم نايس حاجة طبعا في الجزء ده ان انا اغير الكلام اللي ظهر في الاول فانا اهو الكلام هنا اهو دلوقتي بحط الهت عليه بعمل على الكلام ده فظهر لي اهو الكلام تلاحز هنا ظهر اكتر ان انا امتى بتظهر احرك الهت بنفسك لاحز هنا بدأت تدخل في الحتة دي اهي من هنا فانا اقدر اتحكم شوية انا هتدخل مسلا من هنا يبقى كل ده فاضي دلوقتي تلاحز لو شغل بدأ بدري فانا هاقوم مقدمها شوية كمان بحيث تبدأ من هنا تبدأ مع الريستم التاني عارف انت بقى احاسيسك بقى هنبدأ عيد الفيلم من اوله بدأت متأخر فحقوم رجعها سنة بسيطة طبعا عشان تتحكم لو كبرت اللي سكيلة تبقى العملية اسهل لك شوية بس تبقى صعب يعني في الشاشة ما كبروا سنة كده كده معقول اوكي نرجع كده الفيلم من اوله كده حلوة الزبطت كده انا بقى عايز ابدأ اخفي من اول وهي بتبدأ تهدي ده فالجزء ده اللي هو هنا هعمل له درجلي كده فكده تبدأ تقل من هنا بس همشي هنا بنفسي لاحظ بدأ التقل من هنا يبقى انا كده زبطت كل حاجة نعص ان انا غير الكلام بس فانا عشان بستخدم اكسس كرآن بالعارب عشان اكتبه عربي فحكتب اقول اكسس كرآن درس رقم واحد طبعا هي اكسس كرآن الاول ودرس رقم واحد تحتيها وبحط التاريخ بعد كده بالانجليزي فبالانجليزي بقدر اكتبها هناك اعمل لده وامرايح هنا عامل دابل كليك اللي هي دي فظهرت لي هنا على الشمال هنا بوم اختارها كنترول اي اختارها كلها واعمل حطتها ايه فوق اكسس كرآن درس رقم واحد هنا بقى بعد درس رقم واحد بروح في اخيرها وعايز اكتب التاريخ طبعا انت بقى عايز تدخل التاريخ لو نزلت درس رقم واحد وعملت اه غريت اعمل اه ايه الموضوع عشان العربي بس بيبقى صعب كده ايه بالزبط وهو مدخل التاريخ ممكن اكتبه بقى بالانجليزي دلوقتي يقولوا مسلا اتناشر اه بتكتب بالعربي يبقى كده فبراير مسلا الفين وستاشر اوكي مسلا كده يبقى انا كده دخلت اهول وزبطت كل الكلام اقولوا بقى دلوقتي اخليها بشكلها احسن شوية هختار كل الكلام هنا اعمل دابل كليك في الحتة دي واقول كنترول ايه عشان اختارهم كلهم اقولوا اغير لونها اقولوا مسلا الاحمر اقولوا ازود لها افكت شادو مسلا شادو اهي راحت عملت لها شادو بقى شكلها شيء جدا وممكن احركها في المكان اللي عجبني اعمل لها شوية كده طبعا التاريخ كبير شوية فممكن اختار التاريخ بس من هنا اعمل اختارها التاريخ بس وصغر الفونت بتاعت شوية من هنا اقولوا مسلا اخليها بدل اتنين وسبعين اخليها تمانية واربعين فكده بقت احسن وممكن اكبر اكساس قرآن لو كلمة اكساس قرآن اعملها اكبر فبختارها هي بس من على الشمال هنا وبدل ما هي اتنين وسبعين ممكن اعملها مية تلاحظوا هنا فبقت كده متزبطة خالص نلعب كده المقدمة في حاجة ايه نعملها في المقدمة بدل ما الفيلم يبدأ على طول بدل كده نعمل فيد اين اوكي نروح يتلاقوا الفيد اهي فيد ادخلها في الاول هنا كده فتلاحظ الفيلم هيبدأ ازاي دلوقتي حلوة اهي كده شجد جدا بص بقى الفيد التاني وبصوا اكساس قرآن تبدأ تروح اعملها بعد دلوقتي مع الفيد التالت وبعد كده اللي اتنين هيدخلوا في بعض وبدأ تكلم في الفيلم اللي انا سجلته جميل جدا يبقى كده خلصنا من المقدمة كلها تمام اهي هنا بقى اقولوا في الفيلم هاوريكو كم حاجة كده مسل بسيط ان انا عايز بس اصغر دي شوية كده ممكن تتحكم في العردس عشان تشوفوا الصوت قلوه مسلا الحتة دي بتهتي فيها شوية بص نسمعها كده اللي عملت كده كياني ببلع ريئة فانا اقولوا الحتة دي عايز اقطعها اللي ما فيهاش الصوت خالص اينا يا دي بلع الريئة اهو اللي تقدر تشوفها في السنة عن في رسمة الصوت فانا اعمل حاطت كده اقولوا هنا مسلا الكيرسر اوقف هنا في الاول حتة الفاضية دي ومعامل درج من الاحمر شايفين النقطة الحمرة اللي فوق لبعد التكتكة كده طبعا احسن لك انك تكبر عشان تقدر تزبطها الصغير هنا هيبقى الصعي بقى تقريبا مستحيل فانتكبر من الزرارين دول وبعد كده دي الحتة ممكن تسمعها الوحدية طالما انت مختارها بس اهي اسمع دي اللي انا بلعت فيها ريئي فمش عملهاش لازم واحد طول في الفيلم ليه فبقى ما انا اخترتها وقوم دايس فبقت حتة بيضة بدالها حتة فاضية بدالها لو اعمل في حتة تانية عشان تخرج منها بقت حتة فاضية بدالها وقوم عامل درج اللي بقيت الفيلم وزيها في دي فكده لضمت مع بعض وعطعت اللي انا بلعت حتة اللي بقى لعت فيها ريئة او تهتهت او كحيت مسلا شفته على طول بدأت في الكلام قولوا بقى حتة تانية الجزء ده مسلا لغبطت فيه تماما الجزء ده لا ازينا ادخل على طول في في الفيلم فانا عايزة امسح الفي الاولانية اهي دي الفي الاولانية فانا جيت قابليها اللي هي الحتة البيضة اللي طالعة دي فانا جيت قابليها وروحت اختار بالاحمر بعدها لازم تبقى حساس هنا شوية عشان تعرف ايه تزبط ايديك وبعت الحتة دي بس سلعبها شكلاك او بالماس او حاجة دي اوكي ماشي اوكي فانت اعمل في حتة تانية يا انا بديكم مسألة تانية يقولوا مش عايزة بقى ضقيق اوى عشان بس ما اندهاش وقت فقولوا الحتة دي كلها عايزة مساحة اهي او عامل لها اختيار كده او عامل دليت وقرب الحتة التانية منها يبقى كده الفيلم على طول دخل دف ده هنا بقى في الحتة دي اللي انا لضمتها تخيلوا ان انا عايز اعمل زوم عشان اباين بس الحتة دي بدل الحتة الفاضية دي هتلاقي الزوم موجود هنا اهو اهو الزوم هنا اهو دلوقتي فمن هنا تقدر تعمل بس كده او تروح هنا على دور ويعمل دراك كده ومن هنا اعمل دراك كده واختارها فوق شوية شايف هنا بقى صنطرها شوية فبقت الحتة دي تلاحز ان بقى لها وقت كمان يعني انت ممكن تتحكم في الوقت اللي هي بتاخده عشان تتنقل تعمل الزوم اوكي من هنا لما انت بتعمله فانا دلوقتي تفرجوا عليها كده تلاحز الزوم شايفين فوق خدت وقت اوكي وبعد كده بدأت الشاشة دي فحكمل الفيلم دلوقتي تلاحزوا هنا عشان الزوم كان موجود فقطع الشاشة فارجحها تاني ارجع عشان اباين الشاشة تاني من هنا فانت مجرد لما بتغير الزوم من هنا على طول اوكي لازم تبقى مختار الزوم من هنا بتظهر لك البتاع دي فبتقدر تتحكم في الوقت بتاعه كمان من انت يعني تعمل فدلوقتي هترجعت يعني بص لو حطيت الهدى قبلها رجعت تاني اوكي هتديكم مسلا تاني عايزين ندخل سهم او حاجة اوكي دي تختارها من هنا تديك اوبشنز فوق لو دست الارو ده هتديك لستة كبيرة السهم ده مسلا او المربع ده قولوا المربع ده اختارته حطيتها لي اوتوماتيك اوكي هنا على طول فانت هي ظهر لك في النص هنا فانت اختار الهدى عليه السهم اللي طالع دي الحطة اللي بيظهر فيها تلاحظ فيد اين وبعد كده بيكمل الوقت بتاعه وبعد كده فانا اختاره بس في النص في اي حطة قولوا عايز ازبطه وعمل دراج عليه عايز ازبطه هنا قولوا عايز حجمه يبقى كده مسلا وعايز وقته يبقى مسلا قولوا انزل تحت هنا وعمل دراج بقى للوقت بتاعه عايز المربع يبقى يقعد مدة قدقية او فترة قدقية فقام رايح كده بصوا ملعبها اهو داخل اهو ودي خارج اهو تاني اوكي يبقى انا دلوقتي بدخل اه عايز ادخل دي عايز ادخل سهمي تاني عايز اعمل انت جرب بقى كل حاجة من الحاجات دي عايز تدخلها في الجزء معين اسمع الحطة اللي عايز تدخلها فوقها ودخلها فوقها عايز ادخل قولوا مسلا الاعلامة دي اهي دخلت هنا ايه وانت ممكن تتحكم كمان في بتاعها ان انت تقول مسلا وتتحكم بص في كزا حاجة او ممكن اهو اللون بتاعها باين كمان اهو تتحكم فيها اه يعني انت بقى ومزاج تكون الى في المكان اللي عجبك انت بقى العب بيها تلاحظ برضو بدخلت وخرجت تاني اوكي انا يعني ما بستخدمش الحاجات دي الا الا لو ليها لازمة ولكن لو انت شايف ممكن دي مسلا تدخلها برضو اد اهي بلونة صفرة فوقها ممكن تتظهر لك في تراك تاني على طول كل ما بتدخل لو دخلت في نفس المكان هتلاقي تراك جديدة خلق يعني لو دخلت اد اهي ظهرت لك في تراك تاني فيها فتلاحز تراكات عملة بقى وانت اختار كل واحدة في المكان تبدأ وتنتهي في المكان اللي عجبك اوكي وغير لونها بقى وابرحتك خالص بقى اه عايز ان انت التجربة طبعا والنكت يعني فيها يعني ان انت تشوف بقى انت ايه اللي انت عايز تعمله بها يعني ده لو عايز تدخل اشكال لو عايز تدخل سهم كده مسلا ان اهو تحطه هنا فدي يجري لعب كل اللخبطة اللي انا عملتها دي بص اللي هيحصل دلوقتي بص المربع هو الاولان يبص التاني عشان يدخل في التراك جزء منه هيدخل قبل ما يخلص التاني اهو دخل الاساحب وبعد كبص التالت هيبدأ يدخل تحت البلونة والبلونة التانية وبعد كده الحاجة الاخيرة دي ده عايز ايه زي ما انت شايفين حاجات هنا كنت اعملها من زمان دي كحة كحية دلوقتي المفروض اشالها من الفيلم اوكي طبعا عشان انا بطلت سجارة من زمان ما زالت برضو بكح يعني فهم زي طبعا غرق كل البلاوي السوداء بطبعا عشرين سنة فبس انت تقعد تعمل ايديتينج براحتك خالص لحد ما الفيلم بقى خلص في الاخر وزبط كل حاجة هعثر دلوقتي الفيلم تاني عشان اجيب اخره يبفاضل دلوقتي حط النهاية هنا في الاخر برضو هستخدم برضو هستخدم برضو اللهاية برضو اه قولوا حاجة تانية دلوقتي قولوا مسلا هشوف حاجة تانية من اللي انا بستخدمه اقول مسلا تعال نشوف هدي انا ميت الاهي دي مسلا هستخدمها في الاخر عوما اخدها كده احطيتها هنا يعني وعملزقها فيها وبعد كده اقولوا هستخدم نفس الموسيقى او موسيقى تانية اهي تعالوا نشوف الموسيق دي اربعتاشر اهي تعالوا نستخدم دي خلاص هنا اكبر هنا احط الهد هنا قبل ما ابدأ اكبر عشان ابدأ تكبير في نفس المكان اكبر هنا اهو فده الجزء اهو اللي هو بتاع المؤخرة بتاع النهاية ودي الجزء الموسيقى الاخرانية هاقصر جزء النهاية عشان يبقى ادي الموسيقى اوكي يبقى كده اخر كلامي هو دلوقتي هيبقى خالص هنا وهيبدأ التاني دخل التانية على طول اعمل نفس ما بينهم اختار حاجة تانية بلاش اللي انا بختارها دي يقولوا دي مسلا المربع اللي هيقلب ده اخترته من فوقه اعملت درج هنا بيظهر لك ممكن تحطه فين في الاصفر ده او في الاصفر ده انا هحطه ده عشان يبقى داخل الاتنين في بعض تلاحظ لو لعبت الحتة دي ايه اللي هيحصل؟ سلام عليكم شوفت؟ وبعد كده بدأت الموسيقى اناقص دلوقتي ان انا الاخير ده اللي هيظهر هنا اقول مسلا سلام عليكم او الى اللقاء اغيره فانا او دابل كليك عليه رح بيينهولي هنا اوكي قولوا مسلا حبدأوا من هنا كده شوية اوكي واقولوا طبعا عشان هنا لقتي هنا بقى في الحتة الفادية مش موجود الطايتل بقى هنا فهم جاي هنا واقولوا مسلا هكتب الى اللقاء الى اللقاء اه ده بيكتب كده خليها كده الى اللقاء وقوم عملها copy copy واقوم جاي هنا وما بتقدرش انت تحطها هنا من عالشمال هنا اقوم دابل كلك هنا كنترول اي عشان اختارهم كلهم واعمل إلى اللقاء ممكن اختارها تاني كنترول اي عشان اختارها كلها علاية عالشمال هنا ولو عايزة غير لونها مسلا الاحمر. معرفش اسكن اعلى وحش الاحمر. قلو مسلا ابيض. ابيض معقول. ولو دخلت لها شاهده. قلو دخلت لها شاهده. فبقت احسن بكتير وممكن لو اخترتها كلها. قلو مسلا عملت حجمها مية. فبقت احسن شوية. بس وخلص الفيلم على كده. يبقى انا كده دلوقتي علعب الحتة الاخيرة من الفيلم. الى اللقاحة تظهر دلوقتي من اول هنا. وده الفيت بتاعها. وبعد كده في الاخر اوكي احسن انا خليها تبدأ الموسيقى واكيت من هنا خليها تبدأ من هنا. فانا اعمل الفيدي الاخير ده بتاعها اعمل له كده الحد هنا. من ساعة ما الموسيقى بدأت تبدأ تهدأ من هنا. نلعبها كده تاني حط الهاد هنا. اللقاح زار طيف الفيت الاولاني. هتبدأ تقل من هنا بسه. اه بدأت تقل شايفين مع الموسيقى. مية مية. بس خلص الفيلم على كده. ناقص دلوقتي ان انا اعمل له بروديوس. طبعا عشان اعمل بروديوس لازم ما كونش انا بعد دلوقتي بسجل الفيلم التاني فلو ده ده عموما كويس انها بتدينا الاختيارات الفيلم ده. انا لسه طبعا مش هعمل بروديوس بس انا بقول لك انت هنا كل ما بتختار ريزيليوشن عالية كل ما بيبقى الفيلم حاجمه اكتر. انا عندك انت سيبك من الاخرانين اللي تحت دي عندك ام بي فور دايما اختارها. اونلي ام بي فور اونلي افتو اه اه اون زيرو ايت زيرو علف وتمانين دي اللي انا بختارها ودي بتبقى احسن او سبوا مية وعشرين انه الفيلم طويل حتطر استخدم كواليتي اقل شيء عشان الحاجم ايقاش كبير. فكل ما الفيلم بيبقى قليل بستخدم كواليتي اكتر. وكل ما الفيلم بيبقى طويل بستخدم كواليتي اقل. وبس فانت بختار انا حاجة من الحاجات دي حتقوم عاملها لي ام بي فور حتقول لي فين عايز تعمل لها سيف. هختار مكان وهتبدأ لازم تبقى صبور بقى عامل ما تعمل لك الفيلم. وفي الاخر هتقول لك الفيلم وخلص وانتهت على كده. وتقفل بقى كامتازية. وكل اللي تعملوا بعد كده. انا طبعا مش هعمل لان انا اه دلوقتي. كل اللي انت تعملوا بعد كده هتروح مكان اللي انت حفظت فيه الفاول الام بي فور. وتعمل لها على ييتيوب. وخلص الفيلم على كده. في حاجات انا ما قلتها لكش في الفيلم لو انت مسلا عايز الصوت مسلا. قول مسلا الصوت اللي هو ده. فين الصوت? دعنا نخرج برا هنا الصوت اللي هو ده. لو عايز عاليه شوية مسلا الصوت المؤخرة ده اختاره او الصوت النهاية اختاره من هنا ودوس اوديو بعد كده اختار ده. ده اللي يبقى بالازرق كده مش ده. واختار الاوديو بعد كده. وفوليوم ابتلاحز عمالي علي او فوليوم ده انا وعايز تنزله. فلولا يبتد لوقتي هتلاقي الصوت بقى عالي شوية سنة. فيه كتيرة طبعا ان انت تدخل او الكاميرا بتاعتك لو انت بتتكلم وعايز تظهر يبقى هتتطر تختار الو بشن تسجل الكاميرا. وحاجة تانية انا اديتك المعلومات الكافية اللي تحطك على الطريق ان انت تقدر تسجل شاشة وتقول انت بتتكلم وتشرح في الشاشة او فاهم ازاي وبعد كده بتقوم واخد التسجيل ده بتعمل له اديتينج وبتدخل عليه شوية علامات وشوية اسف وشوية صور وشوية مربعات وشوية حاجات او بتقطع منه اي كلام انت قلت بوزان او اي كحة او اي حاجة وانا سبت الكحة مخصوصة عشان تقدر تفهم انا قصد ينبقى بصوتها وحش في الفيلم او تدخل مقدمة في الاول او مؤخرة او مصر انا عكلمة المؤخرة دي او او تدخل نهاية في الاخر وخلص على كده و بعد كتقوم اعمل له بروديوس من هنا ويقول لك هتحفاظها وتقوم حافظها وتقوم نشرها على يوتيوب على النوت دي اصيبك على خير واصيبكم كلكم على خير ولو عندك اي سؤال تاني سألني بس صعب جدا ان انا قاعد اعمل افلام بالتفصيل الممل اكتر من كده لان انا بستخدم السوفتوير في نفس الوقت السلام عليكم